حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عوف حدثنا يزيد يعني الفارسية قال أبي أحمد بن حنبل وحدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن يزيد قال قال لنا ابن عباس رضي الله عنه قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفل وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئن فقرنتم بينهما ولم تكتبوا قال ابن جعفر بينهما سطرا باسم الله الرحمن الرحيم ووضعتمها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك قال عثمان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد وكان إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده يقول ضعوا أن هذا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفل من أوائل ما أنزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن فكانت قصتها شبيها بقصتها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها وظننت أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا باسم الله الرحمن الرحيم قال ابن جعفر ووضعتها في السبع الطوال حثن يحيى بن سعيد عن هشامي بن عروة أخبران أبي أن حمرنا أخبره قال توضع عثمان رضي الله عنه على البلاطي ثم قال لا أحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا آية في كتاب الله ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضع فأحسن الوضوء ثم دخل فصلى غفر لهما بينه وبين الصلاة الأخر حتى يصليها حثن يحيى بن سعيد عن مالك حدثني نافع عن نبيه بن وهب عن أبانى بن عثمان رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب حتى يحيى عن أبن حرم لتقال سمعت سعيدا يعني ابن المسيب قال خرج عثمان رضي الله عنه حاجا حتى إذا كان ببعض الطريق قيل لعلي رضوان الله عليه ما إنه قد نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال علي رضي الله عنه لأصحابه إذا أرتحل فارتحلوا فأهل علي وأصحابه بعمرة فلم يكلمه عثمان رضي الله عنه في ذلك فقال له علي رضي الله عنه ألم أخبر أن كان هيت عن التمتع بالعمرة قال فقال بلى قال فلم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا 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 وكيع حدثنا سفيان عن أبي النظري عن أبو آنس أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد ثلاثا 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 عنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أليس هكذا رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالوا نعم حثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن علق متابن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة وعن جامعي بن شدد قال سمعت حمراء كان ابن أبان يحدث عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن حثنا وكيع عن اسمعي لابن أبي خالد قال قال قيس فحدثني أبو سهلة أن عثمان رضي الله عنه قال يوم الدار حين حصر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم حثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان وعبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حاكمين عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال عبد الرزاق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة العشاء والصبح في جماعة فهو كقيام الليلة وقال عبد الرحمن من صلى العشاء في جماعة فهو كقيام نصف ليلة ومن صلى الصبح في جماعة فهو كقيام الليلة حثنا عبد الملك بن عمر نحدثنا علي بن المبارك عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن محمد بن ابراهيم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فهو كمن قام نصف الليلة ومن صلى الصبح في جماعة فهو كمن قام الليلة كله حثنا إسماعيل بن ابراهيم حدثنا يونس يعني ابن عبيد حدثني عطاء بن فروخ مولى القرشيين أن عثمان رضي الله عنه اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه فلقيه فقال له ما منعك من قبض مالك قال أنك غبنتني فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومني قال أو ذلك يمنعك قال نعم قال فاختر بين أرضك ومالك ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا حدثنا إسماعيل حدثنا يونس بن عبيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان رضي الله عنه فقال له عثمان رضي الله عنه ما بقي للنساء منك قال فلما ذكرت النساء قال ابن مسعود ادنوي علقمة قال وأنا رجل شاب فقال له عثمان رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية من المهاجرين فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج ومن لا فإن الصون له جاء حدثنا محمد بن جعفر وبهز وحجاج قالوا حدثنا شعبة قال سمعت علقمة بن مرثد يحدث عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خيركم من علم القرآن أو تعلمه قال محمد بن جعفر وحجاج فقال أبو عبد الرحمن فذاك الذي أقعدني هذا المقعد قال حجاج قال شعبة ولم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان رضي الله عنه ولا من عبد الله ولكن قد سمع من علي رضي الله عنه قال أبي وقال بهز عن شعبة قال علقمة بن مرثد أخبرني وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني علقمة بن مرثد وقال فيه من تعلم القرآن أو علمه حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة وعن عمري بن دينار قال سمعت رجلا يحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل سمحا بائعا ومبتاعا وقاضيا ومقتضيا فدخل الجنة حثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمرنا بن أبانا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بماء فتوضأ ومضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا وذرعيه ثلاثا ثلاثا ومساح برأسه وظهر قدميه ثم ضحك فقال لي أصحابه ألا تسألوني عما أضحكني فقالوا مما ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء قريبا من هذه البقعة فتوضأ كما توضأت ثم ضحك فقال لا تسألوني ما أضحكني فقالوا ما أضحكك يا رسول الله فقال إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه احتلاه عنه كل خطيئة أصابها بوجهه فإذا غسل ذرعيه كان كذلك وإن مساح برأسه كان كذلك وإذا طهر قدميه كان كذلك حثنا بهز أخبرنا مهدي بن ميمو إن حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي عقوب عن الحسن بن سعد مولى حسن بن علي عن رباح قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله ثم طبنا لها غلام لأهل رومي يقال له يحنس فراطناها بلسانه قال فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا قالت هو ليحنس قال فرفعنا إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قال مهدي أحسبه قال سأله ما فاعترف فقال أترضياني أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى قضى أن الولد للفراش وللعهر الحجر قال مهدي وأحسبه قال جلدها وجلده وكان مملكين حدثنا شيبان أبو محمد حدثنا مهدي بن ميمو حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي عقوب عن الحسن بن سعد عن رباح فذكر الحديث قال فرفعتهما إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش فذكر مثله حسن أبو كامل حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد حدثنا ابن شيهاب عن عطائي بن يزيد عن حمران قال دعا عثمان رضي الله عنه بماء وهو على المقاعد فسكب على يمينه فغسلها ثم أدخل يمينه في الإناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاث مرار ومضمض واستنثر وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرار ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيه ما غفر له ما تقدم من ذنبه حدثنا إبراهيم بن نصر الترمذي حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شيهاب عن عطائي بن يزيد عن حمران مولى عثمان حدثنا أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فذكر نحوه حدثنا أبو قطع حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أشرف عثمان رضي الله عنه من القصر وهو محصور فقال أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حراء إذ اهتز الجبل فارك له بقدمه ثم قال اسكن حراء ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وأنا معه فانتشد له رجال قال أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضواني إذ بعثني إلى المشركين إلى أهل مكة قال هذه يدي وهذه يد عثمان رضي الله عنه فبايا علي فانتشد له رجال قال أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يوسع لنا بهذا البيت البيت في المسجد ببيت في الجنة فابتعته من مالي فوسعت به المسجد فانتشد له رجال قال وأنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرة قال من ينفق اليوم نفقة متقبلة فجهزت نصف الجيش من مالي قال فانتشد له رجال وأنشد بالله من شهد رومة يباع ماءها ابن السبيل فابتعتها من مالي فأبحتها لابن السبيل قال فانتشد له رجال حسنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عطائي بن يزيد الليثي عن حمرنا بن أبانا قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمن إلى المرفق ثلاثا ثم اليسر مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمن ثلاثا ثم اليسر مثل ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحوا من وضوء هذا ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه حتى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوبا عن نافع عن نبيه بن وهب قال أرسل عمر بن عبيد الله إلى أبانا بن عثمان رضي الله عنه أي كحل عينيه وهو محرم أو بأي شيء يكحلهما وهو محرم فأرسل إليه أن يضمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عمران بن حدير عن عبد الملك بن عبيد عن حمرنا بن أبانا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم أن الصلاة حق واجب دخل الجنة حان عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثني أبو معشر يعني البراء واسمه يوسف بن يزيد حدثنا أبن حرملة عن سعيدي بن المسيب قال حج عثمان حتى إذا كان في بعض الطريق أخبر علي أن عثمان نهى أصحابه عن التمتع بالعمرة والحج فقال علي لأصحابه إذا راح فروح فأهل علي وأصحابه بعمرة فلم يكلمهم عثمان فقال علي رضي الله عنه ألم أخبر أن كان هيت عن التمتع ألم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما أدري ما أجابه عثمان رضي الله عنه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن مالك بن أوسي بن الحدثان قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبين أنا كذلك إذ جاءه مولاه يرفأ فقال هذا عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير بن العوام قال ولا أدري أذكر طلحة أم لا يستأذنون عليك قال إذن لهم ثم مكث ساعة ثم جاء فقال هذا العباس علي رضي الله عنهما يستأذناني عليك قال إذن لهما فلما دخل العباس قال يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا وهم حينئذ يختصماني فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النظير فقال القوم اقضي بينهما بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد من صاحبه فقد طالت خصومتهما فقال عمر رضي الله عنه أن شودكم الهى الذي بإذنه تقوم السموات والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنورث ما تركنا صدقة قالوا قد قال ذلك وقال لهما مثل ذلك فقال نعم قال فإني سأخبركم عن هذا الفيء أن لها عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم منه بشيء لم يعطيه غيره فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد قسمها بينكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان ينفق على أهله أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أعمل فيها بما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حثنا عبد الله حدثنا إسماعيل وأبو معمر حدثنا يحيى بن سليمين الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن موسى بن عمرنا بن مناح عن أبانا بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أنه رأى جنازة فقام إليها وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جنازة فقام لها حثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا خالد بن الحريث حدثنا أبن أبي ذئب عن سعيدي بن عبد الله بن قارض عن أبي عبيد قال شهدت علي وعثمان رضي الله عنهما في يوم الفطر والنحر يصليان ثم ينصرفان فيذكران الناس فسمعتهما يقولان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذين اليومين حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شيهاب عن عطائي بن يزيد الجندعي أنه سمع حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رأيت أمير المؤمنين عثمان يتوضأ فأهراق على يديه ثلاث مرات ثم استنثر ثلاث مرات ومضمض ثلاثا وذكر الحديث مثل معنى حديث معمر حثنا يزيد بن هارون أنبأنا الجريري عن عروة ابن قبيصة عن رجل من الأنصار عن أبيه أن عثمان رضي الله عنه قال ألا أريكم كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بلى فدع بماء فتامض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه وذرعيه ثلاثا ومساح برأسه وغسل قدميه ثلاثا ثم قال واعلموا أن الأذنين من الرأس ثم قال قد تحريت لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عوف الأعرابي عن معبد الجهاني عن حمرنا بن أبانا قال كنا عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فدع بماء فتوضأ فلما فرغ من وضوءه تبصم فقال هل تدرون مما ضحكت قال فقال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما توضأت ثم تبصم ثم قال هل تدرون مما ضحكت قال قلنا الله ورسوله أعلم قال إن العبد إذا توضأ فأتم وضوءه ثم دخل في صلاته فأتم صلاته خرج من صلاته كما خرج من بطن أمه من الله ذنوبه حان روح حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن شقيق يقول كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة وعلي رضي الله عنه يفتي بها فقال له عثمان رضي الله عنه قولا فقال له علي رضي الله عنه لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قال عثمان رضي الله عنه أجل ولكن كنا خائفين قال شعبة فقلت القتادة ما كان خوفهم قال لا أدري حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة وعلي رضي الله عنه يأمر بها فقال عثمان رضي الله عنه لعلي قولا ثم قال علي رضي الله عنه لقد علمت أن قد تمت عن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجل ولكن كنا خائفين حان روح حدثنا كهمس عن مصعبي بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يغطب على منبره إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعني أن أحدثكم إلا أضل عليكم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول حرس ليلة في سبيل الله تعالى أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها حدنا عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بن مسجدا لله عز وجل بن الله له مثله في الجنة حدنا عثمان بن عمر حدثنا أبن أبي ذئب عن سعيدي بن خالدي بن عبد الله بن قارض عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت عليا رضي الله عنه عثمان يصلياني يوم الفطر والأضحى ثم ينصري فني ذكران الناس قال وسمعتهما يقولاني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين قال وسمعت عليا رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى من نسككم عندكم شيء بعد ثلاث حثنا صفوان بن عيسى عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال دخلت على أبن دارة مولى عثمان قال فسامعني أمضمد قال فقال يا محمد قال قلت لبيك قال ألا أخبرك عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عثمان رضي الله عنه وهو بالمقاعد دعى بوضوء فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذرعيه ثلاثا ومساح برأسه ثلاثا وغسل قدميه ثم قال من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا سليمان بن حرب وعفان المعنى قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل قال كنا مع عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار فدخل مدخلا كان إذا دخله يسمع كلامه من على البلاط قال فدخل ذلك المدخل وخرج إلينا فقال إنهم يتوعدون بالقتل آنفا قال قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال وبما يقتلونني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لا يحل دم أمري المسلمين إلا بأحد ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زن بعد إحصانه أو قتل نفسا فيقتل بها فوالله ما أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله ولا زنيت في جاهلية ولا ولا في إسلام قط ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف قال إني لمع عثمان رضي الله عنه في الدار وهو محصور وقال كنا ندخل مدخلا فذكر الحديث مثله وقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث مثله أو نحوه حدثنا عبد الصمد حدثنا القاسم يعني ابن الفضل حدثنا عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال دعا عثمان رضي الله عنه ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عمارو بن ياسير فقالا إني سائلكم وإني أحب أن تصدقوني نشدتكم أن لها أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر قريشا على سائر الناس ويؤثر بني هاشمين على سائر قريش فسكت القوم فقال عثمان رضي الله عنه لو أن بيد مفاتيح الجنة لا أعطيتها بني أمية حتى يدخلوا من عندي آخرهم فبعث إلى الطلحة والزبير فقال عثمان رضي الله عنه ألا أحدثكما عنه يعني عمارا أقبلت أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيدنا تمشى في البطحاء حتى آتى على أبيه وأمه وعليه يعذبون فقال أبو عمار يا رسول الله الدهر هكذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبر ثم قال اللهم أغفر لآل يسير وقد فعت حسن عبد الصمد حدثنا حريث بن السائب قال سمعت الحسن يقول حدثني حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شيء سوى ظل بيت وجلف الخبز وثوب يواري عورته والماء فما فضل عن هذف ليس لابن آدم فيه حق حان عبد الله بن بكر حدثنا حميد الطويل عن شيخ من ثقيف ذكره حميد بصلاح ذكر أن عمه أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس على الباب الثاني من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدع بي كتف فتعرقها ثم قام فصلى ولم يتوضأ ثم قال جلست مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وصنعت ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حان أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا ابن لهيعة حدثنا زهرة بن معباد عن أبي صالح مولى عثمان أنه حدثه قال سمعت عثمان بمنا يقول يا أيها الناس وإني أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يومين في سبيل الله أفضل من ألف يومين فيما سواه فليرابط امرؤن كيف شاء هلبلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد حدثنا أبو سعيد يعني مولى بن هاشمين حدثنا عكريمة بن إبراهيم الباهيلي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى بمنا أربع ركعات فأنكره الناس عليه فقال يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا موسى بن وردان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عثمان رضي الله عنه يخطب على المنبر وهو يقول كنت أبتاع التمرة من بطن من اليهودي قالوا لهم بنقى مقاع فأبيعه بربح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا عثمان إذا أشتريت فاكتل وإذا بعت فاكل حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبن لهيعة حدثنا موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه فذكر مثله حثنا عبيد بن أبي قر تحدثنا أبن أبي الزنادي عن أبيه عن أبانا بن عثمان عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء حان عبد الوهاب الخفاف حدثنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمرنا بن أبانا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا أحدث كما هي هي كلمة الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله حتنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا الحسين يعني المعلم عن يحيى يعني ابن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن عطاء ابن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهانية أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع امرأته ولم يمني فقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره وقال عثمان رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك حدثنا عبيد بن أبي قرة قال سمعت مالك بن أنس يقول نرفع درجات من نشاء قال بالعلم قلت من حدثك قال زعم ذاك زيد بن أسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا مسرة بن معبد عن يزيد بن أبي كبشة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني صليت فلم أدري أشفعت أم أوترت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياي وأن يتلعب بكم الشيطان في صلاتكم من صلى منكم فلم يدري أشفع أو أوترت فليسجد سجدتين فإنهما تمام صلاته حدثنا يحيى بن معي وزياد بن أيوب قال حدثنا سوار أبو عمارة الرملي عن مسيرة بن معبد قال صلى بنا يزيد بن أبي كبشة العصر فانصرف إلينا بعد صلاته فقال إني صليت مع مروان بن الحكم فسجد مثل هاتين سجدتين ثم انصرف إلينا فأعلمنا فأعلمنا أنه صلى مع عثمان رضي الله عنه وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله نحوه حسن إسحاق بن سليمان قال سمعت مغيرة بن مسلمين أبا سلمة يذكر عن مطر عن نافع عن أبن عمر إن عثمان رضي الله عنه أشرف على أصحابه وهو محصور فقال على ما تقتلون فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم أمر مسلمين إلا بأحد ثلاث رجل زن بعد إحصانه فعليه الرجم أو قتال عمدا فعليه القود أو أرتد بعد إسلامه فعليه القتل فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلامين ولا قتلت أحدا فأقيد نفسي منه ولا ارتدت منذ أسلمت أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أثنى حسن بن موسى حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا أبو قبيل قال سمعت مالك بن عبد الله البردادي يحدث عن أبي ذر أنه جاء يستأذن على عثمان بن عفان رضي الله عنه فأذن له وبيده عصاه فقال عثمان رضي الله عنه يا كعب إن عبد الرحمني توقفي وترك مالا فما تر فيه فقال إن كان يصل فيه حق الله فلا بأس عليه فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعبا وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحب لو أن لي هذا الجبل ذهبا أنفقه ويتقبل مني أذر خلفي منه ستة أواق أنشود كلها يا عثمان أسمعته ثلاث مرات قال نعم حسن عبد الله حدثنا يحيى بن معي حدثنا هشام بن يوسف حدثني عبد الله بن بحير القاص عن هاني المولى عثمان رضي الله عنه قال كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بك حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما رأيت منظر قطوء إلا والقبر أفضع منه حانا زكريا بن عدي حدثنا علي بن مسير عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان وما إخاله يتهم علينا قال أصاب عثمان رضي الله عنه رعاف سنة الرعاف حتى تخلف عن الحج وأوصف فدخل عليه رجل من قريش فقال استخلف قال وقالوه قال نعم قال من هو قال فسكت قال ثم دخل عليه رجل آخر فقال له مثل ما قال له الأول ورد عليه نحو ذلك قال فقال عثمان رضي الله عنه قالوا الزبير قال نعم قال أما والذي نفسي بيده إن كان لخيرهم ما علمت وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثنا سويد حدثنا علي بن مسير بإسناده مثله حدثنا زكريا بن أبي زكريا حدثنا يحيى بن سليمين حدثنا إسماعيل بن أمية عن موسى بن عمرنا بن مناح قال رأى أبان بن عثمان رضي الله عنه جنازة فقام لها وقال رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه جنازة فقام لها ثم حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جنازة فقام لها حسنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره عن زيدي بن خالد الجهاني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني فقال عثمان رضي الله عنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال وقال عثمان رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمني أن حمران بن أبانا أخبره قال أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو جالس في المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المجلس توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم أتى المسجد فركع فيه ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغترو حسن عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر اللا التيمي قال سمعت أبي يقول سمعت عم عبيد الله بن عمر بن موسى يقول كنت عند سليمان بن علي رضي الله عنه فدخل شيخ من قريش فقال سليمان انظر إلى الشيخ فأقعده مقعدا صالحا فإن لقريش حقا فقلت أيها الأمير ألا أحدثك حديثا بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل قال قلت له بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهان قريشا أهانه الله قال سبحان الله ما أحسن هذا من حدثك هذا قال قلت حدثنيه ربيعة بن أبي عبد الرحمني عن سعيدي بن الموسى يابي عن عمري بن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال لي أبي أبي يا بني إن وليت من أمر الناس شيئا فأكرم قريشا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان قريشا أهانه الله حسن إسماعيل بن أبان الوراق حدثنا يعقوب عن جعفار بن أبي المغيرة عن أبني أبزى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال له عبد الله بن الزبير حين حصر إن عندي نجائب قد أعددت هلاك فهلاك أن تحول إلى مكة فيأتيك من أراد أن يأتيك قال لا إني سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول يلحد بمكة كبش من قريش أسمه عبد الله عليه مثل نصف أوزار الناس حسن عبد الله بن بكر ومحمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيمين عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبانا بن عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حثنا محمد بن جعفر حدثنا كهمس حدثنا مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على من بريد إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا أظن بكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت خالدا عن أبي بشر العنباري عن حمرنا بن أبانا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة حثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب بن موسى حدثني نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عنه وهو محرم فأراد أن يكحلها فناهاه أبانا بن عثمان رضي الله عنه وأمره أن يضم دهاب الصبر وزعما أن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك حثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج أبنه وهو محرم فنهاه أبان وزعما أن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا ينكح حثنا عفان حدثنا جرير بن حازمين قال سمعت محمد بن عبد الله بن أبي عقوب يحدث عن رباح قال زوجني أهلي أمة لهم رومية ولدت لغلام أسود فعلقها عبد رومي يقال له يحنس فجعل يراطنها بالرومية فحملت وقد كانت ولدت لغلام أسود فجاءت بغلامين وكأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا فقالت ومن يحنس فسألت يحنس فاعترف فأتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فذكرت ذلك له فأرسل إليه ما فسأله ما ثم قال سأقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعهر الحجر فألحقه بي قال فجلدهما فولدت لي بعد غلاما أسود حثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي أمامة ابن سهل قال كنت مع عثمان رضي الله عنه في الدار وهو محصور قال وكنا ندخل مدخلا إذا دخلناه سمعنا كلام من على البلاط قال فدخل عثمان يوما لحاجة فخرج إلينا منتقي عن لونه فقال إنهم لا يتوعدون بالقتل آنفا قال قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال فقال وبما يقتلون فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يحل دم أمري المسلمين إلا في أحد ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زن بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلامين ولا تمنيت بدلا بديني مذهداني الله عز وجل ولا قتلت نفسا فبما يقتلوني حتنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد حا وسريج وحسين قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عامري بن سعد قال حسين ابن أبي وقاص قال قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون أوعى أصحابه عنه ولكني أشهد لا سمعته يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار وقال حسين أوعى صحابته عنه حسنا هاشم حدثنا ليث حدثني زهرة بن معبد القراشي عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت عثمان رضي الله عنه يقول على المنبر أيها الناس إني كاتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني ثم بدأ لي أن أحدثكمه ليختار إمرء لنفسه ما بدله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يومين في سبيل الله تعالى خير من ألف يومين فيما سواه من المنازل حان هاشم حدثنا أبو جعفر الرزي عن عبد العزيز بن عمر رضي الله عنه عن صالح بن كيسان عن رجل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أماما من مسلمين يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره فقال حين يخرج باسم الله آمنت بالله أعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله إلا رزق خير ذلك المخرج وصريف عنه شر ذلك المخرج حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن الحجاج عن عطاء عن عثمان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومساح برأسه وغسل رجليه غسلا حثنا هاشم حدثنا شعبة قال أخبراني أبو صخرة جامع بن شدد قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في مسجد البصرة وأنا قائم معه أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن حثنا سريج حدثنا أبن أبي الزنادي عن أبيه عن أبان ابن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في أول يومه أو في أول الليلته باسم الله الذي لا يضر مع أسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا أبو سناء عن يزيد بن موهب أن عثمان رضي الله عنه قال لابن عمر رضي الله عنه اقضي بين الناس فقال لا اقضي بين اثنين ولا أم رجلين أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاذ بالله فقد عاذ بما عاذ قال عثمان رضي الله عنه بل قال فأني أعوذ بالله أن تستعملني فأعفاه وقال لا تخبر به هذا أحدا حثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيمين حدثنا محمد بن المنكدري عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره حثنا عبد الله حدثنا سويد بن سعيد سنة ست وعشرين حدثنا رشدين بن سعد عن زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان قال أيها الناس هجروا فإني مهجر فهجر الناس ثم قال أيها الناس إني محدثكم بحديث ما تكلمت به منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رباط يومين في سبيل الله أفضل من ألف يومين مما سواه فليرابط امرؤ حيث شاء هل بلغتكم قالوا نعم قال اللهم اشهد حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم اللي التيمي حدثني شقيق بن سلمة عن حمران قال كان عثمان رضي الله عنه قاعدا في المقاعد فدع بوضوء فتوضأه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأ في مقعد هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تغتروا حثنا أبو المغيرة حدثنا أرطات يعني ابن المنذري أخبراني أبو عون الأنصاري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لابني مسعود هل أنت منتهن عما بلغني عنك فاعتذر بعض العذر فقال عثمان رضي الله عنه ويحك أني قد سمعت وحفظت وليس كما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيقتل أمير وينتزي منتز وإني أنا المقتول وليس عمر رضي الله عنه إنما قتل أمير واحد وإنه يجتمع علي حان بشر بن شعي بن حدثني أبي عن الزهري حدثني عروة بن الزبيري أن عبيد الله بن عدي بن الخياري أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال له ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت له لا ولكن خلص إلي من علمه واليقين ما يخلص إلى العذراء في سترها قال فتشهد ثم قال أما بعد فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ثم هجرت الهجرتين كما قلت ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما عاصيته ولغشته حتى توفاه الله عز وجل حتى علي بن عياش حدثنا الوليد بن مسلمين قال وأخبرني الأوزاعي عن محمد بن عبد الملك بن مروانا أنه حدثه عن المغيرة بن شعبة أنه دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى وإني أعرض عليك خصالا ثلاثا أخثر أحداهن إما أن تخرج فتقاتلهم فإن معاك عددا وقوة وأنت على الحق وهم على الباطل وإما أن نخرق لك بابا سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحل لك فتلحق بمكة فإنهم لن يستحلوك وأنت بها وإما أن تلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية فقال عثمان رضي الله عنه أما إن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في أمته بسفك الدماء وأما أن أخرج إلى مكة فإنهم لن يستحلوني بها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلحد رجل من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم فلن أكون أنا إياه وأما إن ألحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية فلن أفارق دار هجرة ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثناه علي بن إسحاق عن أبن المبارك فذكر الحديث وقال يلحد حسنا حجاج ويونس قال حدثنا ليث قال حجاج حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن أبي سلمة ونفعي بن جبير بن مطعمين عن معاذي بن عبد الرحمن اللتيمي عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه عن عثمان أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها غفر له ذنبه حسنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عاصمين عن المسيب عن موسى بن طلحة عن حمران قال كان عثمان رضي الله عنه يغتسل كل يومين مرة من منذ أسلم فوضعت وضوءا له ذات يومين للصلاة فلما توضأ قال أني أردت أن أحدثكم بحدث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بدالي أن لا أحدثكمه فقال الحكم بن أبي العاصي يا أمير المؤمنين إن كان خيرا فنأخذ به أو شرا فنتقيه قال فقال فإني محدثكم به توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء ثم قال من توضأ هذا الوضوء فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها كفرت عنهما بينها وبين الصلاة الأخرى ما لم يصب مقتلة يعني كبيرة حنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن عطائي بن فروخة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا قاديا ومقتضيا وبائعا ومشتريا قال حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن المهاجر عن عكرمة بن خالد حدثني رجل من أهل المدينة أن المؤذن أذن لصلاة العصر قال فدعا عثمان رضي الله عنه بطاهور فتطهر قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تطهره كما أمير وصلى كما أمير كفرت عنه ذنوبه فاستشهد على ذلك أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فشهد له بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبن الأشجعي حدثنا أبي عن سفيانا عن سالمين أبي النظري عن بسري بن سعيد قال أتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ورجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكذا يتوضأ يا هؤلاء أكذاك قالوا نعم لنثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده حسنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثني سالم أبو النظري عن بسري بن سعيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بماء فتوضأ عند المقاعد فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا قالوا نعم قال أبي هذا العدني كان بمكة مستملية ابن عيينة حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث اللا الطيمي عن معاذي بن عبد الرحمن اللا الطيمي عن حمرنا بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء وهو على باب المسجد فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه وأمر بيديه على ظاهر أذنيه ثم مر بهما على لحيته ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات ثم قام فركع ركعتين ثم قال توضأت لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم ركعت ركعتين كما رأيته ركعت قال ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ فرغ من ركعتين من توضأ كما توضأت ثم ركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر لهما كان بينهما وبين صلاته بالأمس حثنا معاوية بن عمر نحدثنا زائدة وعن عاصمين عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبط فقال له الوليد ما لي أركا قد جفوت أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فقال له عبد الرحمن أبلغه أني لم أفر يوم عينين قال عاصم يقول يوم أحد ولم أتخلف يوم بدر ولم أترك سنة عمر رضي الله عنه قال فانطلق فخبر ذلك عثمان رضي الله عنه قال فقالا أما قوله أني لم أفر يوم عينين فكيف يعيرني بذنب وقد عف الله عنه فقالا إن الذين تولوا منكم يوم اتقى الجمعاني إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عف الله عنهم وأما قوله قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض الرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ماتت وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمي ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه فقد شهد وأما قوله إني لم أترك سنة عمر رضي الله عنه فإني لا أتيقها ولا هو فاته فحدثه بذلك حسن إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي سهل يعني عثمان بن حكيمين حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام الليلة حان إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أراد ابن معمر أن ينكح أبنه ابنة شيبة ابن جبير فبعثني إلى أبان ابن عثمان رضي الله عنه وهو أمير الموسم فأتيته فقلت له إن أخاك أراد أن ينكح أبنه فأراد أن يشهد كذاك فقال ألا أراه عراقيا جافيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح ثم حدث عن عثمان رضي الله عنه بمثله يرفعه حثنا سفيان بن عيينة عن هشمين عن أبيه عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان توضأ بالمقاعد فغسل ثلاثا ثلاثا وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ وضوء هذا ثم قام إلى الصلاة سقطت خطاياه يعني من وجهه ويديه ورجليه ورأسه حثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال اشتك عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبانا بن عثمان رضي الله عنه قال سفيان وهو أمير ما يصنع به ما قال قال ضمدهما بالصبير فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا عبد الله حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا سعيد بن مسلمة عن اسمعيل ابن أمية عن موسى بن عمرنا بن مناح عن أبانا بن عثمان رضي الله عنه أنه رأى جنازة مقبلة فلما رأاها قام وقال رأيت عثمان يفعل ذلك وأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله حثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبانا بن عثمان رضي الله عنه عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا يخطب قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى بن عمر بن سعيد عن نبيه بن وهب رجل من الحجبة عن أبانا بن عثمان رضي الله عنه أنه حدث عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص أو قال في المحرم إذا اشتك عينه أن يضم دهاب صبري حثن إسماعيل عن خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر عن حمران عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عوف بن أبي جميلة حدثني يزيد الفارسي حدثنا أبن عباس قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى صورة الأنفل وهي من المثاني وإلى صورة براءة وهي من المئن فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر باسم الله الرحمن الرحيم فوضعتموها في السبع الطوال فما حملكم على ذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد فكان إذا أنزل عليه الشيء دع بعض من يكتب له فيقول ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وإذا أنزلت عليه الآية قال ضعوا هذه الآية الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت سورة الأنفل من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت سورة براءة من أواخر ما أنزل من القرآن قال فكانت قصتها شبيها بقصتها فظننا أنها منها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر باسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال حثن يحيى بن سعيد عن صفيان وشعبة عن علق متاب بن مرثد عن سعدي بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صفيان أفضلكم وقال شعبة خيركم من تعلم القرآن وعلمه حثن وكيع عن اسمعي لابن أبي خالد قال قال قيس فحدثني أبو سهلة أن عثمان قال يوم الدار حين حصر إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم حانا يزيد أنبأنا مهدي بن ميموء عن محمد بن عبد الله بن أبي عقوب عن الحسن بن سعد قال حدثني رباح قال زوجني مولاي جارية رومية فوقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لغلام رومي قال حسبته قال لأهل رومي يقال له يحنس فراطناها بلسانه يعني بالرومية فوقع عليها فولدت له غلاما أحمر كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا فقالت هذا من يحنس قال فارتفعنا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأقر جميعا فقال عثمان إن شئتم قضيت بينكم بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى قضى أن الولد للفراش قال حسبته قال وجلدهما حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن جامعي بن شدد قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان بن عفان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سمكي بن حرب قال سمعت عباد بن زاهر أبا رواعا قال سمعت عثمان رضي الله عنه يخطب فقال إن والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويوسينا بالقليل والكثير وإن ناسا يعلموني به عسى أن لا يكون أحدهم رآه قط حثنا الوليد بن مسلمين حدثني شعيب أبو شيبة قال سمعت عطاء الخراساني يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول رأيت عثمان قاعدا في المقاعد فدع بطعمين مما مسته النار فأكله ثم قام إلى الصلاة فصلى ثم قال عثمان قعدت مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت طعم رسول الله وصليت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الضحاك بن مخلد حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي عن محمودي بن لبيد أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يبني مسجد المدينة فكره الناس ذاك وأحب أن يدعوه على هيئته فقال عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بن مسجدا لله بن الله له بيتا في الجنة مثله حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمودي بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعمد علي كذبا فليتبوأ بيتا في النار حدثنا إسماعيل حدثنا يونس حدثنا عطاء بن فروخ مولى القرشيين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله رجلا الجنة كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار قال ولم تقتلونني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم أمري المسلمين إلا بأحد ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زن بعد إحصانه أو قتل نفسا فيقتل بها حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أبن أبي ذئب عن سعيدي بن خالدي بن عبد الله بن قارض عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت عليا وعثمان رضي الله عنهما يصليان يوم الفتر والأضحى ثم ينصري فني ذكران الناس قال وسمعتهما يقولاني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامي هذين اليومين قال سمعت عليا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى من نسككم عندكم شيء بعد ثلاث حدثنا بهز حدثنا أبو عوان تحدثنا حسين عن عمري بن جوان قال قال الأحنف أنطلقنا حجاجا فمررنا بالمدينة فبينما نحن في منزلنا إذ جاء ناءات فقال الناس من فزع في المسجد فانطلقت أنا وصاحبي فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجد قال فتخلالتهم حتى قمت عليهم فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص قالا فلم يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان يمشي فقال أها هنا علي قالوا نعم قال أها هنا الزبير قالوا نعم قال أها هنا طلحة قالوا نعم قال أه هنا سعد قالوا نعم قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتع مربد بني فلا إن غفر الله له فابتعته فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وإني قد ابتعته فقال اجعله في مسجدنا وأجره لك قالوا قالوا نعم قال أنشودكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتع بئر رومة فابتعتها بكذا وكذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أني قد ابتعتها يعني بئر رومة فقال اجعلها سقاية للمسلمين وأجر هلاك قالوا نعم قال أنشودكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال من يجهز هؤلاء غفر الله له فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد ثم انصرف حسنا محمد بن بكر أخبرني ابن جريج أخبرني سليمان بن عتيق عن عبد الله بن بابيه عن بعض بني يعلى ابني أمية قال قال يعلى طفت مع عثمان فاستلمنا الركن قال يعلى فكنت مما يلي البيت فلما بلغنا الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليستلم فقال ما شأنك فقلت ألا تستلم قال فقال ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بل قال أرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين قلت لا قال أف ليس لك فيه أسوة حسنة قلت بل قال فأنفذ عنك حسنا أبو عبد الرحمن المقري أحدثنا حيوة أنبأنا أبو عقيل أنه سمع الحريث مولى عثمان يقول جلس عثمان يوما وجلسنا معه فجاءه المؤذن فدع بماء في إناء أظنه سيكون فيه مد فتوضأه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوء هذا ثم قال ومن توضأ وضوء ثم قام فصل صلاة الظهر غفر لهما كان بينها وبين الصبح ثم صلى العصر غفر لهما بينها وبين صلاة الظهر ثم صلى المغرب غفر لهما بينها وبين صلاة العصر ثم صلى العشاء غفر لهما بينها وبين صلاة المغرب المغرب ثم لعله أن يبيت يتمرغ ليلته ثم إن قام فتوضأ وصل الصبح غفر لهما بينها وبين صلاة العشاء وهن الحسنات يذهبن السيئات قالوا هذه الحسنات فما الباقيات يا عثمان قالهن لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني عقيل عن أبن شيهاب عن يحيى بن سعيدي بن العاصي أن سعيد بن العاصي أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متاجع على فراشه لابس مرتع عائشة فأذن لأبي بكر رضي الله عنه وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن فقال عثمان رضي الله عنه ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة رضي الله عنها اجمعي عليك ثيابك فقضى إليه حاجته ثم انصرفت قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي واني خشية إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته وقال الليث وقال جماعة الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ألا أستحي ممن يستحي منه الملائكة حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شيهاب أخبرني يحيى بن سعيدي بن العاصي أن سعيد بن العاصي أخبره أن عثمان وعائشة حدثاه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متاجع على فراشه لابس مرتع عائشة رضي الله عنها فذكر معنى حديث عقيل حانا يونس حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله يعني ابن أبي سلمة ونفعي بن جبير بن مطعمين عن معاذي بن عبد الرحمن اللتيمي عن حمران مولى عثمان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها غفر له ذنبه حانا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا عبيد الله يعني ابن عبد الرحمن بن موهب أخبرني عم عبيد الله بن عبد الله بن موهب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال راح عثمان رضي الله عنه إلى مكة حاجا ودخلت على محمد بن جعفر بن أبي طالبا امرأته فبت معها حتى أصبح ثم غد عليه ردع الطيب وملحفة معصفرة مفدمة فأدرك الناس بملل قبل أن يروح فلما رأاه عثمان انتهر وأفف وقال أتلبس المعصفرة وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهه ولا إياك إنما نهاني حان عبد الله حدثني أبي وأبو خيثمة قال حدثنا يعقوب قال أبي في حديثه قال أخبرني أبن أخي ابن شيهاب وقال أبو خيثمة حدثني عن عمه قال أخبرني صالح بن عبد الله بن أبي فروة أن عامر بن سعدي بن أبي وقاص أخبره أنه سمع أبان بن عثمان يقول قال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل منه كل يومين خمس مرات ما كان يبقى من درنه قالوا لا شيء قال إن الصلوات تذهب للذنوب كما يذهب الماء الدرنة قال أبو عبد الرحمن وجدت في كتاب أبي حدثنا محمد بن بشر حدثني عبد الله بن عبد الله بن الأسود عن حسين بن عمر عن مخارقي بن عبد الله بن جابر الأحمسي عن طارقي بن شيهاب عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش العربة لم يدخل في شافاعتي ولم تناله مودتي حسين عبد الله حدثني عباس بن محمد وأبو يحيى البزاز قال حدثنا حجاج بن نصيل حدثنا شعبة عن العوام بن مراجمين من بني قيسي بن ثعلبة عن أبي عثمان النهدي عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجماء لتقص من القرناء يوم القيامة حدثنا عبد الله حدثنا شيبان بن أبي شيبة حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا الحسن قال شهدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمامي حسين عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن أم موسى قالت كان عثمان من أجمل الناس حسين عبد الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن أبيه قال كنت أصلي فمر رجل بين يدي فمنعته فأبى فسألت عثمان بن عفان فقال لا يضرك يا أبن أخي حسين عبد الله حدثنا سويد حدثنا إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن أبيه قال قال عثمان إن وجدتم في كتاب الله عز وجل إن تضعوا رجلي في القيد فضعوها حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن عبد البصري حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن زيدي بن علي بن حسين عن أبيه علي بن حسين عن عبيد الله بن أبي رافع عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد فقال هذا الموقف وكل عرفة موقف ثم دفع يسير العنق وجعل الناس يضربون يمينا وشمالا وهو يتفت ويقول السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس حتى جاء المزدلفة وجمع بين الصلاتين ثم وقف بالمزدلفة فوقف على قزح وأردف الفضل بن العباس وقال هذا الموقف وكل مزدلفة موقف ثم دفع وجعل يسير العنق والناس يضربون يمينا وشمالا وهو يتفت ويقول السكينة أيها الناس السكينة وذكر الحديث بطوله حسنا عبد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن أبي اليعفور العبدي عن أبيه عن مسلمين أبي سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان أعتقى عشرين مملوكا ودعى بسارويل فشدها عليه ولم يلبسها في جهلية ولا إسلامين وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وإنهم قالوا لي اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة ثم دعى بمصحف فنشره بين يديه فقوتل وهو بين يديه حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حمد بن زيد عن الحجاج عن عطاء عن عثمان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومساح برأسه وغسل رجليه غسلا حدثنا عبد الله حدثني محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا أنس بن عياض عن أبي مودود عن محمد بن كعب عن أبانا بن عثمان عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال باسم الله الذي لا يضر مع أسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تفجأه فجأة بلاء حتى الليل ومن قالها حين يمسي لم تفجأه فجأة بلاء حتى يصبح إن شاء الله حدثنا عبد الله حدثنا الحكم بن موسى حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن موسى بن عمرنا بن مناح عن أبانا بن عثمان أنه رأى جنازة مقبلة فلما رأىها قام فقال رأيت عثمان يفعل ذلك وخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله حدثنا عبد الله حدثنا أبو إبراهيم الترجماني حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبن أبي فروة عن محمد بن يوسف عن عمرنا بن عثمانا بن عفانا عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبحة تمنع الرزق حدثنا عبد الله حدثني سريج بن يونس حدثنا محبوب بن محرز عن إبراهيم بن عبد الله بن فروة عن أبيه قال شهدت عثمان بن عفانا رضي الله عن هدفنا في ثيابه بدمائه ولم يغسل حدثنا عبد الله حدثني أبو يحيى البزاز محمد بن عبد الرحيم حدثنا الحسن بن بشري بن سلمين الكوفي حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن هشامي بن زياد القرشي عن أبيه عن محجأ مولى عثمانا عن عثمانا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أظل الله عبدا في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنظر معسرا أو ترك لغارمين حدثنا عبد الله حدثني يحيى بن عثمانا يعني الحربية أبو زكري حدثنا إسماعيل بن عياش عن رجل قد سماه عن محمد بن يوسف عن عمر بن عثمانا بن عفانا عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبحة تمنع الرزق حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك حدثني نافع عن نبيه بن وهب عن أبانا بن عثمانا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حمد بن زيد عن أيوب عن نافع حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمانا على أبنه فأرسل إلى أبانا بن عثمانا وهو على الموسم فقال ألا أراه أعرابيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أخبرني بذلك عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني نبيه عن أبيه بنحوه حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا زهير بن إسحاق حدثنا داود بن أبي هند عن زياد بن عبد الله عن أم هلال ابنت وكيع عن نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمانا بن عفانا رضي الله عنه قالت نعسى أمير المؤمنين عثمان فأغفى فاستيقظ فقال لا يقتلنني القوم قلت كلا إن شاء الله لم يبلغ ذاك إن رعيتك استعتبوك قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي وأبو بكر وعمار رضي الله عنهما فقالوا تفطروا عندنا الليلة ترجمة نانسي قنقر